اشتركوا في القناة ولكني اريد قبل ان ابدأ فيها ان انوى الى انه قد وصلتني من بعض الزملاء اختارات ريحالهم من بعض مأموريات ضرائب القيمة المضافة بتقول انها بتذكر بصدور قانون الاجراءات الدريبية رقم 206 لسنة 2020 بتاريخ 1910 والعمل به اعتبارا من 2010 2020 انه اصبح بمقتضاه مهلة التقدم بالاقرار الضريبي للقيمة المضافة حتى نهاية الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية المدى 30 طبعا الكلام ده غامض ليه لانه فيما يتصل ببروتوكول الموقع بيني وبين السيد وزير المالية والسيد وزير العدل اعفاء المحامين سواء من التسجيل او من تقديم الاقرارات الشهرية او الربع سنوية ويتقدموا بالاقرارات طبقا للمواعيد المعتادة لكل الاقرارات الضريبية وانا لاني لم ارد ان افتي فيما قد تختلف فيه الاراء اتصلت الان من ربع ساعة بالسيد وزير المالية وتلوت عليه ما تلقاه البعض من بعض المأموريات لدرائب القيمة المضافة وطلب امهاله بعض الوقت للرجوع الى مرؤوسيه ثم سوف يرد علينا وسوف ابلغكم بما قد يصلني منهم فان لم اتحدث ثانية بتاتا يبقى نحن على البروتوكول ولم ينقض بتاتا بهذا القانون المشار اليه في بعض الخطابات التي اتتكم من بعض المأموريات ضريبة القيمة المضافة ده موضوع برضو مش الموضوع الرئيسي الموضوع التاني اللي احب اوصله للزملاء برضو عشان كفر فيه الاقتراحات وانا لازم اوضح الحكاية يعني كثير من الزملاء سواء ممن يعانون من الزوال او من الغير يدعوني طالما انه قد استبان ان قرارات الاحالة للزوال باطلة يبقى علي ان اقبلها جميع الطلبات جملة انا عاوز اوضح للزملاء والزميلات ان هذا الطلب محال ليه؟ لان كل حالة على حدة كل حالة من الحالات لها ظروفها الخاصة ولها اوضاعها الخاصة مش كل طالب اعادة من الزوال صاحب حق في ان يدخل المحامات لانه قد يكون يعمل بمهنة اخر مثلا يعني فلابد من بحث كل حالة على حدة وحديكم مسأل احد الزملاء من البليانة في محافظة صحاب يعني بعد طلب برضو واحنا بحثنا انا وزملائي فلاقينا في ما تقدم به يدعو الى سؤال لابد من الاجابة عليه هل سيادته بيعمل بالمحامة في مصر ام انه في هذه الفترة او ما زال يعمل بالمحامة في الخارج فطلبنا الزميل بالتليفون وقلنا له هتلنا لو تكرمت شهادة تحركات هو من ساعة ما طلبناه هو من زرجن وعمال يخش معي على الواتس ابي ويبعث لي رسائل بعضها حتى فيه تجاوزات في حقي وانا باغضي عن هذا على ممتنع عن ان هو يجيب شهادة التحركات مش عاوز يجيب شهادة التحركات طبعا هو كل ما يتمسك كل ما زملائي وانا بنتساءل لماذا يتمسك بعدم تقديم شهادة التحركات طالما انها طلبت منه في الحالة الخاصة المعروضة علينا ربما الزميل فاهم انه ده توطئة لرفض طلبه عاوز اوضح للزميل ولكه ان هذا ليس توطئة لرفض طلبه يعني قد يكون الطلب مقبول انما احنا اذا قبلنا الطلب واقعدناه من الزوال هيقعد من الزوال هل على الجدول المعتاد للمحامين ام على جدول المحامين العاملين بالخارج لان القانون خاصة العاملين بالخارج بجدول خاص وبتعامل خاص فلابد ان انا ابحث هذا وابحث كل حالة على حدة وانا بنقفني وقتي كله مع زملائي في سبيل ان احنا نسرع في انجاز طلبات الزوال المسألة بقى الاساسية احدى المسائل اللي انا يعني عاوز اعرضها على حضراتكم انا منذ توليت النقابة من 19 مارس 2020 بتعرض علي طلبات كثيرة جدا جدا سواء فيما يتصل بالمعاشات او فيما يتصل بطلب اعانات من النقابة خلينا اقول لكم ان انا شفت حالات سيدة ارملة لمحامي كان في النقب وبتعول ثلاث اولاد او اربعة بعضهم في المراحل الجامعية والباقي في مراحل التعليم المختلفة والمعاشي الذي يصرف لها بولاد تلتمائة جنيه او مئتين وخمسين جنيه او ربما اقل هذا المبلغ لا يكفي لأكلة واحدة نهيكة بقى بالإيجار الشقة بالمصاريف اللبس والعلاج والمصاريف المدارس والجامعات والإقامة وإلى آخره انا بينفطر قلبي على هذه النماذج وبيقرقني جدا لان انا بتخيل نفسي في وسط هذه الأسرة كيف اعيش وكيف تعيش هذه الأسرة فانا منشغل بهذه القضية وانا بسعى من ساعة مجيد ان انا احقق امل زيادة المعاشات اتنين رفع مستوى العلاج المسألتين الدول ما هماش محضة اماني لا لابد ان ادبر الوسائل لامكان تحقيق هذا ازاي انا اقدر لنقابة احقق هذا دون ان تتعرض للنقابة في الشهر الثالث او الرابع ما تلاقيش فلوس تصرف المعاشات فلابد ان ادبر نفسي هذا التدبير يقتضي التقليل من النفقات سيما النفقات التي لا لزومة لا زي المآدم والاحتفالات والمؤتمرات التي تعقد لاغراض غير موضوعية وغير خاصة بالنقابة وغير خاصة بمشاريع النقابة او ازود الايرادات وانا على سبيل المثال كافحت كانت اتعاب المحامبة بتجيش انا ادخلت لنقابة المحامين في خلال يعني اسبوعين ثلاثة دفعة واحدة من وزارة العدل خمسة وعشرين مليون جنيه ودخلت الاسبوع اللي فات من مجلس الدولة خمسة واربعين مليون جنيه ده ده احد الحاجات اللي بنعملها عشان نرفع مستوى الايرادات بالاضافة الى تخفيض النفقات وما تنسوش الحاجتين دول لاننا في الموضوع التاني اللي هفتحه متصل بكده ان احنا لابد ان نكافح لتحقيق امالنا ولابد ان نعي اننا مسؤولون عن كل واحد في نقابة المحامين واننا يجب ان نرعاه حيا وميتا وان نرعى ذرياته ميتا انا عندي عشان تبقوا عارفين المعاشات ماشية ازاي والمفارقات العجيبة الموجودة فيها الذين توفوا من واحد واحد عشرين حتى الان الحد الادنى للمعاش الف جنيه بينما الذين توفوا من واحد واحد الفين وتسعتاشر حتى واحد وتلاتين اتناشر الفين وتمنتاشر الفين وتسعتاشر من واحد واحد حتى الفين وتسعتاشر اخر السنة يعني الحد الادنى ستمية خمسة وعشرين جنيه يعني نزلنا القرب النصر رغم فرق الوفاة اللي هو عملية مصادفة واحد 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 وتلاتين اتناشر ده ياخد الف جنيه حد ادنى وده ياخد ستمية خمسة وعشرين حد اقصى او بالاحرى بالاحرى الوفيات ورسة الوفيات ارمالة المتوفة يتامى المتوفة الانكة من هذا بقى من توفيها قبل واحد وتلاتين اتناشر الفين وتمنتاشر وحتى بداية الفين وتسعتاشر الحد الادنى للمعاش خمسة ومائة جنيه شهرين شوفوا المفارقة انما اللي جاي بقى انكة الذين توفوا الذين توفوا قبل ذلك الحد الادنى للمعاش اسموه دي كويس متين وخمسين جنيه بالله عليكم هل ممكن حد فينا ينام وفي اسرة من اسر زملائنا الذين رحلوا الى الدار الاخرة ارملته ويتاماه ويتقادم تن وخمسين او تلتمين جنيه في الشهر كيف يعيشون احنا بنقاتل او انا شخصيا بقول قاتل حقيقة عشان احقق املي واملكم في ان احنا نرفع مستوى المعاشات ونرفع مستوى الخدمة الطبية هذا يقتضي ان احنا نوفر في نفقات لا لزومة لها وان احنا نرفع الايرادات سواء اتعب المحمد سواء الدمغة ايه لا يا خد انا بقول المقدمة دي متصل ده الموضوع الاول ولكنه متصل بموضوع اخر مضني جدا 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 لتفرع عنه قضيتين او قضيتان بالغة الاهمية القضية الاولى اهضار اموال اليتامة والارامل والقضية الثانية تدمير ونسف صمعة المحاماة والمحامي ايه الحكاية دي الحكاية دي ان هناك استاذ يسمى محمد منطاوي ده عضو مجلس نقابة القاهرة الجديدة عضو شباب عن اوجوه نقابة القاهرة الجديدة رتب لهذا المؤتمر في شرم الشيخ وانا لم اتعرض له ولا النقابة العامة حتى لا يقال ان احنا بنصادر على رغبة المتربس في ان يرتب لسحب السقة مني التي يزمع مع فريقه ان يسحبها وان يدعو الجمعية اليها بعد انتهاء العام في مارس القادم انا لست مشغولا بتاتا بسحب السقة وانا مش جاي لموقع ده عشان اتفاشخر ولا عشان اتكبر انا جاي لانهب برسالة اختي بها حياتي بس فانا ما عرضناش المؤتمر وان كنا قد اعلننا انه ليس صحيحا ما يروج له انه مؤتمر نقابة المحا هو مؤتمر من دعا اليه الاستاذ محمد منطوي حر ومن كلفه حر يعقد المؤتمرات كما يشاءون اي حد من حضراتكم وحضراتكم يخش على المواقع حيلائي صور يندى لها الجبين حيلائي انه ما سمي مؤتمر كان احتفالية هابطة للرأس والزمر والسكر وانا شفت بعنايا الاتنين دول رأسات رأسات يرخصنا وشفت محامين سكارة ينضمون اليهم للرقص معهن على المسرح وقاريت محاضرة عن التحرش جنسي وقاريت محاضرة عن نزاعات مع الفنادق شفت صورة بشعة جدا لما زعمه انه مؤتمر ليس هذا مؤتمرا ليس هذا مؤتمرا كما صورة للناس وانما هذه احتفالية رأس وسكر وعربدة وقلة ادب الكلام ده بيلصق بالمحاماء والمحامين والقضية دي قضية كل واحد فيكو قضيتي انا وقضية مجلس النقابة العامة وقضية الجميع الذين ينتمون الى المحامات وسوف يحقق في هذا سوف يحقق في هذا وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة الواجبة انما كان فيه سؤال تضي من المشتركين في الرحلة الف جنيه ودلت الحسابات على ان نفقات المرتحل لا تقل عن خمسة آلاب جنيه فمن اين جاء الفرق سئل الاستاذ محمد منطاوي في برنامج الافوكاتو عن مصدر هذه الاموال الكبيرة التي تم بها التمويل فادعى سياتو وهو محام منشاب انها او انه المتكفل بها وانه دفعها من جيبه الخاص يعني الملايين دي دفعها الاستاذ محمد منطاوي من جيبه الخاص انا شخصيا رغم ان انا انفقت في المحام ستين سنة انا ما عنديش ملايين انفقة على رحلة بالرقص والزمر والسكر ولا حتى على رحلة جاد انما الحقيقة ايه بقى وبرضو عشان يبقى اللي عملوا كده يبقوا عارفين ان هذه المسألة محل تحقيق الان في الجهات الرقابية مش مني لان عيون الجهات الرقابية على ما يجري طبعا احب اوصل لحضراتكم وللسه ده اعضاء النقابة الفرعية في نقابة القاهرة الجديدة بالحقائق الاتية حينما توليت النقابة فجئت في خمسة ابريل الفين وعشرين باختار جيلي من الادارات المختصة ومرفق به محضر عقد في سبعتاشر تلاتة بالنقابة جنوب القاهرة وشمال القاهرة والقاهرة الجديدة وقرروا السلاسة عدم توريد النسبة المستحقة للنقابة العامة وهي 75% من رسوم التصديق على العقول واتفقوا بالمحضر على الاجتماع يوم 22-3 يعني بيكون بعد ما يتضح من هو النقيب عشان يحطوا قرارهم النهائي طبعا جهة 22-3 وانا اللي جيت فاستمر الامر على هذا وابلغت كتابة بمبالغ مستحقة للنقابة طرف النقابات الفرعية التالية طرف نقابة جنوب القاهرة 300006 وطرف نقابة شمال القاهرة 730000 وطرف ودي اللي تهموكم بقى دلوقتي وتهمين أنا اوضحها لحضراتكم نقابة القاهرة الجديدة 538000 و578 جنيه ارسلت خطابات لكل من النقابات الفرعية التلاتة نقابة شمال القاهرة في اليوم التالي مباشرة حولت الى النقابة العامة 730000 جنيه ها المستحقة لا قلنا ولازمنا نقول لنقابة شمال القاهرة شكرا هذا هو العامل النقاب الحقيقي نقابة جنوب القاهرة حقيقة انا اكن للاستاذ حسن امين تقديرا قديما وانا كنت حريصا على ان اتصل به فوعدني خيرا والحقيقة بعد شوية جاني يعني مستندات يعني مختصرها كده ان هناك انفاقات انفقت فان مجيط نظري ان هذه الانفاقات تتحملها النقابة الفرعية ولا تتحملها النقابة العامة وفضة المسألة معلقة انا طبعا انتقل او قبل ما انتقل النقابة جنوب القاهرة التزمت اولا بغلق السيستم لان احنا مع المستحقات اغلقنا السيستم السيستم التزيق على العقود على كل من نقابتين جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة الحقيقة نقابة جنوب القاهرة التزمت وبعدين اخيرا جوني واحضروا الي شيك مقبول الدفع بقيمة المستحق لنقابة المحامين والف شكر ويا دار ما دخلك شر زي ما بيقول في الامسان فضل بقى وده موضوع نقابة القاهرة الجديدة الاستاذ اشرف زكي نقيب المحامين لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية بعتلي جواب اول رب قال لي احنا بالتفتيش استبان لنا ان ايداع هذه المبالغ في البنك كان مسئولية الموظفين فلان وفلان وسوف نحقق في هذا الموضوع مرسل للعلم انتظرت فجاءني خطاب اخر قال لي ان انا حاولت اجراء التحقيق فاستحال اجراء التحقيق وسيادته لم يقم بابلاغ النيابة العامة تاركا الامر لي ماشي انما في هذه البرهة بقى جاءني الاستاذ احمد مهنة امين الصندوق ومعه بعض اعضاء مجلس النقابة الفرعية للقاهرة جديدة ليقول في الاستاذ النقيب اشرف زكي ما قال مالك في الخمر ويتهموه في ذمته المالية انا طبعا تقدمت ببلاغ الى نيابة الاموال العامة ليس مخاصمة لشخص وانما مخاصمة لوقع على النيابة العامة نيابة الاموال العامة العليا ان تحققها وان تسائل المسؤول عن هذا الايه الاختلاس او الاستلاء على المال العام بغير واجه حق بس ولم اذكر احدا شخصيا بسوء وبعدين الساز اشرف زكي نقيب القاهرة الجديدة بث شريط على التلفزيون وهو مسجل وموجود على المواقع ساعة وشوية بيتكلم عن حاجات كتيرة خاصة بالنقابة الفرعية ويتهم من معه في المجلس عميل الصندوق واخرين بان هما استولوا على خمسة وعشرين مليون جنيه من اموال النقابة الفرعية انا برضو انا برضو لست طرفا في هذا انما الدنيا لكم انا هل يمكن لهذا المجلس بهذا الانشقاق ان هو يمارس تسيير الاعمال سيما مدة وليته وكافة المجالس بتاعت النقابات الفرعية انتهت في ستة اربعة الفين وعشرين فانا دون ان امسى احدا بسوء استخدمت صلاحياتي في تشكيل لجنة خمسية من محامين محترمين جدا عادت لهم بالمسائل المالية وتسيير الاعمال لنخابة القاهرة الجديدة الاسازة الفريق الذي يضاد النقيب رفعوا دعوة ضد القرار وضده والسيادته رفع دعوة الوحدة ضد القرار وضده ودل هذا التفرع على انهما فعلا مختلفين فعلا مختلفين ده فريق وده فريق وهذا الدليل قاطع على انه لا يمكن مع هذا الخلاف انهما يسيروا اعمال النقابة الفرعية طيب ايه بقى الموقف هما في الواقع هما وغيرهم يستغلوا يعني موقف خاص موجود من الدائرة الثانية او من رئيس الدائرة الثانية مع كامل الاحترام له والدائرة للمحكمة الخضاء الاداري متسبب فيه النقيب السابق افترى عليه كذبا باختصار كده يعني وصدر لهم حكم بوقف تنفيذ القرار اللي انا اصدرته فهاجموا بقى طبعا عاوزين يخشوا تاني على الجزء فاحنا سبناهم يخشوا زي ما معاوزين بس برضو قل بحت القرار فيما يتصل بالشئون المالية تستمر اللجنة في قيام هدورها فيما يتصل خلاص هما ما تحملوش ان حنفية الفلوس مغلقة فراحوا جايين في شهر سبتمبر اللي فات وراحوا عاملين نظام موازي استقلوا به ودون اي اجراء وخلافا لقرارات ان قبل عمل من سنين هما عملوا اختام وفتحوا الباب للتصديق على العقود بلا رقيب ولا حسيم تخش النقابة كل يوم قاتل النقابة الفراعية وهي تستقل بها ودها بقى ما فيش اي رقبة بديعة عليه قالص انا طبعا ما سكتناش طلمنا الشهر العقاري لالغاء العقود المستخدمة لانها لا تعبر عن الواقع ومخالفها للصحية اتأخر الشهر العقاري في التنفيذ لكي برضو بقى واضح لحضراتكم فانا نزلت بيان على موقع النقابة حذرت فيه من يفعلون وحذرت زملائي المحامين ان ما يجري عبارة عن تزوير واستعمال اختام مزورة فيما زورت من اجله وانه وانه ايضا ينطوي على استلاء على مال عام بغير حق ونبهت زملائي المحامين والمحاميات الى ان من يتعامل مع هذا النظام يعرض نفسه ان يتهم بانه شريك بالاتفاق والمساعدة في هذه جراءة اديت وجمي برضو سواء ازاء الفاعلين او ازاء الزملاء والزميلات المحامين ثم اتجهت الى وزير العدل بعد ان طال انتظرنا لقرارات الشهر العقاري وقابلته وشرحت له الامر فتفضل مشكورا في حضوري واتصل بمساعد الوزير للشهر العقاري واصدر تعليماته او تعليماته بسرعة اصداره وفي الاخر صدر بفعل خرار من وزارة العدل بالغاء الاختام ووقف العمل بها لكل من نقابتين جنوب والقاهرة الجديدة قلنا الجنوب التزمت وجابت فرجعنا سمحنا لها تاني خليني بقى في القاهرة الجديدة انه صدر هذا ومع ذلك كل يوم لاقي فيه شكوى جاية من محامي انه دفع مثلا سبع تلاف تمنتلاف عشر تلاف وراح يصدق قالوله الاختام وقف الاختام دي ملغاء يرجع لهم هتوني فلوسي لا يبقى الحدوطة بقى اللي اتاخد في الفترة من من فاتح السيستم الغير مشروع في سبتمبر لغاية ما أسيرت المسائل دي وصدد قرار وزارة العاد بإلغاء الاختام في أواخر شهر عشرة اموال دخلت بلا حسان مش بس دخل وطبعا ما ما بتطردش انصبة اللي ايه انقابة العمل لان اللي قبل كده ما توردش اللي قبل كده ما توردش ومحل بلاغ جاري تحقيقه في نيابة الاموال العامة العليا وابلغت به السيد الوزير ووعد بالحديث في الموضوع مع النائب العام والتحقيق جاري عشان برضو يبقى واضح الناس برضو بتتصور انه التحقيق مدام ما صدرش بيه قرار يعني اعمل اللي انت عاوز انا بقول له لهؤلاء مثلا تعلمته من ناخبنا العظيم احمد الخواجب كان صديقا حميما كنا اصدقاء عمر كان احد الذين نتشارك في الدفاع عنهم بيصول ويقول اعتمادا على سلطة اخيه فقال له احمد الخواجب رحمه الله في حضور يا فلان النهاردة ليه بكرة النهاردة ليه بكرة وانا بقول للذين يتصرفون هذه التصرفات في النقابة الفرعية للقاهرة جديدة وللأستاذ محمد منطاوي النهاردة ليه بكرة وفي حاجة في القانون اسمها الكسب غير المشروع وفي حاجة اسمها جرائم استلاء على المال العام وتباشرها ويباشر تحقيقها نيابة الاموال العام وبرضو بقول النهاردة ليه بكرة ثم يبقى عشان حضراتكم تعقدوا المقرنة اللي بيرفعوا عليه أضايا دول تغولا على النقيب المحامين وادعاء عليه بغير حق ها وانكارا للصواب وللعدل أنا بقلل النفقات وبزود الإرادات وهما بياخدوا أموال اليتامة والأرامل يستولى عليها وبعدين تروح لحفل رأس وزمر وسكر في شرم الشيخ أنا أدعو جميع الأجهزة أجهزة الدولة وأنا عارف أن أحد الأجهزة بيحقق الآن في هذا الموضوع أنها تتحقق من هذه البلايا وبقول له زملائي مثل هذه المآدب والاحتفالات تضر بأموال اليتامة والأرامل وتشوه صورة المحامة والمحامين وهذه أمانة في أعناقنا جميعا وأمانة في عنقي أنا شخصيا ويوما ما سوف يجري حسابي لهم موضوع الثالث والأخير أنا متحمل أشياء كثيرة جدا عما لا تحدث من المتربس الذي لا يريد أن يسلم بأنني نقيم ويريد أن يفرض نفسه ولم يكتفي للمدة الطويلة التي مكسها في تسعة من أعضاء المجلس محرضون على أنهم ما يحضروش الاجتماعات ويرفعوا دعا برضو أنا ساكت على دكولة ومتحملوا وتحركات لدى النقابات الفرعية وغيرها وغيرها للتمهيد للدعوة لجمعية عمومية بفضل أو نتيجة أن الطبعة غلبت تحول هذا المؤتمر المزعوم إلى حفل سكر ورأسه وعربادة حاولنا نعقد المجلس علشان نفتح باب الترشع لإجراء الانتخابات في الفرعيات المدادها انتهت من 6 أبريل الماضي فصدرت تعليمات المتربص لبعض الأعضاء اللي يحضروا فلقينا الاجتماع يعني مش هيكتمل فأصفلنا أنا وبعض زملائي والأستاذ حسين الجمالي الأمين العام إرجاء المؤتمر لموعد الاجتماع لموعد كل ده حضراتكم أنا مستحمله إنما الذي لا أتحمله ولا تتحمله نقابة المحامين ولا تتحمله مصر أن يعبث بمصالح مصر العليا وهذا هو الموضوع الخطير الذي أتحدث فيه إليكم وإلى كافة الأجهزة المعنية بأمن مصر القومي والدفاع عن مصالح مصر العليا أنا دعيد أنا بحكم القانون ونظام الأساسي لاتحاد المحامين العرب أنا باعتبار النقيب أكبر نقابة للمحامين في المنطقة العربية والمؤسسة والمشاركة في تأسيس اتحاد المحامين العرب ودولة المقر المؤتمر أو الاتحاد المحامين العرب أنا بحكم برضو النظام الأساسي أبا رئيس اتحاد المحامين العرب فأنا بهتين الصفتين أنا دعوت ووجهت الدعوة لعقد المؤتمر على القرب على القرب يعني على القرب يعني نروح كل واحد صنفحين نتواجد ونتلمي في شرم الشيخ في الأسبوع الأخير من ديسمبر القادم وأعلننا هذا وأعلنه الأمين العام المسؤول عن الدعوة للمؤتمرات ولم أكتفي بهذا وإنما لأننا رجل بحترم أداء العمل أداء موضوعيا ربما أنا ممكن أغطر بأنني صاحب علم وصاحب معرفة وصاحب خبرة وأننا أريت وأننا مفكر وأننا عملت مئة وستة كتاب لا كل حاجة تاخد حقه فروح تلتقيت بصديقي السفير الوزير الخاري الأسبق وأمين عام جماعة الدول العربية السفير في مقره في جماعة الدول العربية واجتمعت به حوالي ساعة ونص ساعتين وفي حضور حضر معنا أحد خبراء الخارجية المصرية ويعمل حاليا في جماعة الدول العربية لأناقش وأتحاور معهم حول القضايا الأساسية العربية التي تهمنا كيف تكون وكيف تعلق كيف تكون على جدوى الأعمال اجتماع الاتحاد المزمع عقده في شرم الشيخ في ديسمبر وأبلغت الجهات الأمنية بهذا الموعد ووفقه وبدأنا في اتخاذ الإجراءات والكل يعلم هذا بمن فيهم المتربص والفرق بتاهم لأنه كان فيه محاولة سابقة في المغرب برضو لعقد مؤتمر على البعد يعني الكونفرنس أونلاين اعقد مؤتمر على البعد إنما تعمل ترشح وتصويت على البعد ما ينفعش عملية الترشح والتصويت والفرز وإعلان النتيجة سألها تحتاج إلى تواجد عيني وتحتاج إلى إجراءات كتابية تباشر في الاجتماعات التي يجتمع فيها المرشحون والمنتخبون واللجنة اجتماع عيني لا تصلح فيها اللقاءات على شاشة التلفزيون في الأونلاين وكان زملائنا في المغرب اتصلت بيهم أنا وزميلي الأستاذ مجلس وكيل مجلس النقامة وأوضحنا لهم الأمور والمقصود والحقيقة تفهموا الموقف وأعلنوا في المساء إلغاء هذا الإيه الاجتماع الأونلاين هم مسكتوش برضو والسيد المتربص عاود القرى فلجأ إلى أمش حسمي أسمع أن أنا مش عاوز أعمل شروخ أحد نقابات يعني نقابات في دولة يعني تعداد تعداد 2-3-4 مليون يعني وهو من رجالي عشان يدعو إلى مؤتمر أو إلى اجتماع أونلاين بدعوة أنه بناء على دعوة المكتب المكتب الدائم مش عارف إيه وإتلمت الفرقة فرقة المتربص عشان يعملوا كده على شاشات ثم يعلنوا أنه اتخذت رغم تحزير نقابة مصر ونقابة مصر غير مدعوة نقابة مصر غير مدعوة دولة المقر غير مدعوة لما يتحضر الأستاذ لم يصبري مبادئ ولا الأستاذ فلان أو علان ليس معنى هذا أن نقابة مصر ممثلة أو نقابة مصر دعية أنا نقيب مصر ونقيب نقابة مصر ورئيس الاتحاد علمت بالحدوتة دي من الفيسبوك ولم أدعى ولم تدعى نقابة مصر عشان يطلعوا بما أسموه قرارات أنه هم سحبوا الثقة من الأمين العام وبرضه أنا بقول بالنسبة لأنا والنقابة مصر القضايا مش شخصية مش سحب الثقة ولا إعطاء الثقة من الأمين عام فلان أو الإتيام بفلان أنا أشتغل مع أي حد أنه ما أنت بتقي مترمز أنت عاوز تسحب الثقة ليه عشان هو الرغم أنه اختيارك عشان ما عادش بيسمح كلامك بس أدي كل الحكاية ومع ذلك عاوزين تسحب الثقة يسحب ها بإجراءات شرعية يتم اجتماع ويتم سحب الثقة من خلال تصويت لجنة تتلقى وتفرس وتطلع النتيجة إنما كده كلام مضحك وإن هم عينوا عينوا في بقى خمس مقاعد لمصر خمس مقاعد لمصر تنتهي مدد الأعضاء الشاغلين لها لسه في آخر ديسمبر القادم هم عاوزين يتعجلوا لأن مصر دعية لمؤتمر في ديسمبر القادم في شم الشيخ ومؤتمر على القرب مؤتمر عيني هيجي فيه ناس كلها هم عاوزين يدخلوا حبايقكم أو حبايب المتربص هنا هنا مضطرة أقول لكم الأسماء أولا أبل ما أقول الأسماء من حق أي واحد يترشه يعني لو اتعاملت إجراءات شرعية في الاجتماع بتاعنا حيترشه علي ومحمد ومخائج وينتخب أعضاء الاتحاد مش كده ولا إيه إنما ده أنت عامل الخدعة كلها عشان تجيب الخمسة بتوعك يمكن واحد اللي أنا أسسنين وتحطهم وتصادر على مصر في إنها ترشح من تراه لهذه المواقع يقولوا أحمد باسيوني أحمد باسيوني هو رجل المتربص وهو لم يحضر اجتماعات مجلس النقابة منذ انتخب ودأب على رفع قضايا مع غيره ضد قرارات النقابة ومنها القرارات الخاصة بتشكيل هيئة المكتب اعتراضا على إنه فيه وكلة أربعة وأنا أثبت لهم إنه في عهد الأستاذ المتربص كان فيه وكلة أربعة وانتوا بدقين لم يبقوا أربعة من الناس هتقدي خدمة زيادة يعني إيه المشكلة يعني مش مهم يعني الأستاذ أحمد باسيوني لا يأتي النقابة ولا يقوم بأي عمل من الأعمال التي انتخبته من أجلها الجمعية العمومية للمحامين التاني عضو المجلس الأستاذ علي الصغير مع كامل الاحترام له ولكنه ينتهج نفس النهج ضمن التسعة الذين أشرتوا إليه ده هقول لكم التالت الأستاذ عبد الجواد أحمد الأستاذ عبد الجواد أحمد محامي في مكتب الأستاذ النقيب السابق من سنوات ويقوم بأدوار يعلمها جميع المحامين والمحاميات ليست في صالح العمل النقابي ولا في صالح نقابة المحامي ولكنه زج به ليكون عضوا في مجلس نقابة المحامين إنما هو فشل في الدورة دي أن يدفع به إلى مجلس نقابة المحامين العام فأراد أن يستبقيه على حساب مصر ومصلحة مصر في اتحاد المحامين العرب بهذا الإجراء الهزيل المنعدم أستاذ أدهم العشماوي اسمه معروف لكم ومواقفه معروفة لكم وليس من حق أحد لا المتربس ولا الكم واحد اللي حواليه أن هما يصدروا على نقابة مصر في أن ترشح من تشاء لهذه المقاعد وأن يجري الانتخابات أو تجرى الانتخابات في شفافية وبإجراءات تباشرها المجتمعون اجتماعا حقيقيا عينيا وبإجراءات كتابية تتولها لجنة تتقبل الأسماء التي ترشح نفسها وتعرض القيمة ثم تتلقى الأصوات وثم تفرز وتعلن النتيجة وكل واحد يفوز على عين وعلى رأس مش كده وبس ده فيه عرف سائد في الاتحاد على طول أنه رئيس اتحاد المحامين العرب باعتبارها دولة المقر هو الذي يختار الأمين العام المساعد لدولة المقر فيه عرف بكده يعني فطبعا كل الكلام ده طبعا مش طبعا الكلام ده أنا يعني أمر بديه أن أنا لا أعترف به أنها إجراءات هي والعدم سواء وأنا بعد نصف ساعة حينزل بيان لنخابة مصر المصرية تعليقا على هذا العبس على هذا العبس على هذا العبس بقي أن أقول لكم ولكل مصري صميم ولكافة الأجهزة المعنية لمصلحة ومصالح مصر العليا أن هذا عبس لمصلحة مصر العليا وإهدار وإهدار لقيمة مصر ولدور مصر في اتحاد المحامين العرب باعتبارها من أنشأته والمؤسس الرئيسي فيه وصاحبة الجولات والصولات والمكان المرموقة داخل الاتحاد ونسف لمهام الاتحاد من خلال نسف اتحاده ونظامه الأساسي في سبيل تحقيق مصالح أو مآرب شخصية لا تخفى على كل منصف بصير يتأمل في هذه الأحداث لا أقول هذا إخلاء لمسؤوليتي فحسب وإنما إعلان لواجب التزم به بحكم الموقع الذي شرفتموني بانتخابكم لي لأشغالهم وبفارق 10500 صوت عن اللي بعد فأنا بحترم هذا الاختيار وبحترم الجميع الأممية من انتخباني ومن لم ينتخب وأنا مسؤول عن رعاية أولا مصلحة مصر أولا مصلحة مصر وعن رعاية النقابة ورعاية كافة المحامين العبس بمصلحة مصر غير مقبول ولن أقبله ولو كان على جثته أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر